أنا سبت حراك تسترثل ومرضيتش أقطعك بس طبعاً في حاجات عايزة أقف عندها عشان كانت حاجات مهمة ومحورية في كاس الأمم الأفريقية التحديدة مباراة المنتخب الناجيلي حضرتك تباعت كلنا تبعنا وكلنا كان عندها نفس التحفظات والانتقادات حتى زي ما حراك قلت العيب منتخب مصر والجهاز الفني كانوا حاسين بالمسائل وحاسين بالخطأ في هذه المواجهة مفيش خلاف على المواجهة الأولى دي بس بدأ وقتها الكلام يتقال عن رحيل كيروش شرط الجزائي عمل إزاي طب مين المدرب اللي ييجي بعد كيروش وبدأ الكلام يتقال هنا وإحنا عاديين في مصر سواء في الأعلام أو على المستوى الجمهيري مين اللي هيجي بعد كيروش حراك بقى وانت هناك كنت تتعامل مع هذه الأمور إزاي جاهز الفني كان بيوصلهم الكلام دا ولا اللعيب نفسها كان بيوصلها الكلام دا ولا لا هو ساعة الأعلام المساند فعلا بس في بعض الحاجات اللي تطلع بدون حقيقة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال العلام استلم الاتحاد يوم الخميس قبل الصفر بيوم لما اتحاد بيستلم بيبقى فيه ملفات بيدرسها صحية مش كده انه هستلم ايه ما هستلم ملفات عنده ملف الفارع عنده ملف الحكام عنده المسابقات عنده المدربين كل دي ملفات بيستلمها صحية صحية الناس اجتزقت الموضوع كله وركزته في عقده كروش معين الحقيقة انه محدش شاف العقد اصلا اصلا يمكنش حد شافه لا 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 كان مكلف السيد نائب رئيس الاتحاد انه يدرس كل الملفات فكله ترجم الامور انه بيشوف عقده كروش لكن الموضوع دا ليس له اساس من الصحة اتحاد القورة قبل ما يسافر كان يوم الجمعة ومعهم السيد وزير الشباب والرياضة واكتمعوا مع كروش ودولوا كل الدعم وكل التأييد قبل السفر وسافرنا يوم السبت انا اقوله استاذ جمال علام مؤيدين للبعثة استاذ جمال ظروف صحية جاله اصابة كورونا تمام وانا استكملت وكان معايا لحظة بلحظة وكل الدعم والتأييد كان له كروش الكلام دا كله تسريبات الصحة تسريبات ليس لا اساس من الصحة ولا فكرتوا في لحظة ولا فكرنا في لحظة من اول يوم متحاد القورة المصري داعم للمدير الفني لان احنا كان عندنا رؤية وفعلا اثبتت الرؤية ان المدرب دا كويس مش هنحكم على واحد احنا ما شفناهوش احنا شفناه وانا عشرته الراجل بيشتغل الراجل وصل لمرحلة قال لي انا مصري يعني بيعشق وشفته تلحمه مع الجماهير بعد مطش في مطش غينيا وحبهم وتشجحهم ليه وتشجحهم في مطش السودان كل الجماهير اللي راح ادي كلها وبقى يحييها وجاء سعيد بيها وسعيد بدعم الجماهير والرجل اثبت بيما يدع على مجال الشك انه هو مدرب كويس مدرب كويس مدرب كويس